أولاً سيحامي تصبر مرحبا بك وشكراً بعدها سيجابة مطالب دي الواحد بنجبوعة المنابر الإعلامية من مدينة محمدية انت وجه معروف سواء أن كنصفتك كلاعب بننتخب بفريق جبل محمدية الاتحاد محمدية بنجبوعة الفرق البيضاوية بتاريخ ومصار طويل في المجال الكوراوي بصفة عمبا قمت واحد تظاهر رياضية اللي أمس من اللعب الباشير اللي كان تم التكريم فيها اللعب والحج فارس مشكورني احنا بغنك السيحامي جاوبنا بكل صراحة انتك سواء كلاعب أو كمتفرج البارح اشنا هم السلبيات والإيجابيات لشفسي في هذا المقابلة اولاً شكراً الاخوان الصحفيين محليين بنديلة المحمدية اللي كان نقول مدينة المحمدية على الصعيد عملة محمدية حمد سببار نضيف على اطار وطني اللي يشغل في عدة فرق وطنية فرق كبيرة وطنية مثل الفرق الويداد البيضاوي حرس مع كأس العرش في 1999 وكذلك البطولة في 2010 مع فرق الويداد البيضاوي وكذلك مع أولمبي كخريبقا ولا مع الكوكب المراقوشي ولا مع أولمبي كاسفي وخارج أرض الوطن حرس على كأس دي الولي العاد دي القطر مع الفرق الخورب قطري في البطولة احترافية بالخليج وكذلك مع فرق أمسلال بقيادة الإطار الوطني الدكتور حسن حرمت الله وكذلك مع فرق الأهلي دبي بالإمارات العربية المتحدة والشغل الحمد لله كذلك مع إطار وطني وناخب وطني سابق اللي هو السيد بادو الساكي وكان دائما عندنا تكن انتماء دير واحد الفريق اللي مارسنا فيه مع مركي فرقنا يعني كنت منك ما تكونش هادي هذا هو التكريم الأول والآخير كان القدماء اللاعبين اللي كان يعانيه في صمت أمس الحاجة والتكريم غادي نقول لكم تكريم وهو تكريم نوعين ما هو مادي وما هو معناوي يعني تكريم أحمد فراس الحمد لله عنده كان اللاعبين اللي ما عندهم لا تقعود ولا مشروع ولا بدخول يعني ماديا خاص تكون تالتفاتة لها القدماء اللاعبين وكانين بعد القدماء اللاعبين اللي ما توصلوش حتى بيديك تذكير دي للدخول للملعب بلا ما نقول لكم سمية اللاعبين قدماء ومؤطرين اللي قطروا داخل الفارق ما توصلوش بالسلع ما توصلوش بالتذكير حتى هذه التذكير باش يدخل ما توصلوش بها وكي باش كتشوفت الإقصاء يعني منهم نقول لك أنا عن الفتح هذه باش نكون واضح معاكم منهم عبس لاب من غوزين عبس لاب من غوزين ردربناه ودربش حمل اللاعب واشتغل فارق شباب محمدية يعني أنا قفي الحال اللي كنتسمع بحالات بحالات إذن هنا ما كنقولش بأن رأيس دار إحنا غادي نشوفه الرأيس من ناحية أنا كنهضر الجانب إيجابي من ناحية ديال الفكرة ومن ناحية ديال ومن ناحية ديال 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 فارق شباب محمدية كان في القسم ديال هو الدبال الآن في القسم الوطني الثاني أعطاء إضافة ولكن كنظن اللي دايرين به لأن مايمكنش غادي يدير كل شيء بوحده وركن هاللجنادي ديال ممكن اللي كي يعطي هالرأي أنا اللي سولت على التداكير اللي تعطاؤ القدماء اللاعبين قالوا لي واحد مجموعة من القدماء اللاعبين هم اللي الشرفو كان عرفوا واحد وحد المجموعة هي اللي من هذاك الوقت حتلد بدي القدماء اللاعبين هم اللي كانوا محتاقرين. قدماء اللاعبين. واش كانوا ينعي لهم. غير دازوا اجيال واحد ثلاثة او اربعة ديال اجيال اللي دازوا في فرق شباب محمدية. وتهموا بسموك. وتهموا قميز ديال فرق شباب محمدية وحملوا قميز ديال فرق الوطني. اذا هدي من ناحية ديال 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 ديال. ولكن اللي عدت ان النقطة اللي هي سيلبية. وهو اللي كنشوفو احنا يلعابك لاعبين لمارسو. السنة الفاريطة. في البوطولق. ولعبك قدماء اللاعبين. واش مكينش قدماء اللاعبين. انا جاتني دعوة لعبت في المقابلة الاولاق. ماشي من من عدنا لجنان منظمة. جاتني من عدعي الاصدقاء خارج مدينة المحمدية. باش اللاعب معهم. ولكن حصل ليا شراف. من اللاعب سمع اسماء اللي يجيت. نشوف كنا اسماء وازنة. ميري كريم. والبوساتين اللي هو هدف ديال البوطولة. باقي الان هدف ديال البوطولة. أبرامي. بن شريفا. هيدامو ديال جيش. يعني واحد اللاعب سمح ليا لانسيت شي وشي وحدين. لائحة طويلة. وبعض الفنانين. وبعض الصحفيين. اللاعبنا معهم. وضحكنا. وداش كل شي مزيان الحمد والله. اذا نحن نخرجوا مدينة المحمدية كيكبروا بينق داخل مدينة المحمدية كيصغروا بينق. انا كنت. اذا السحامي الدبا فين كتشوف المشكل. نعم اي مشكل؟ هذا المشكل ديال الاقصاء ديال ابناء فريق شباب المحمدية. لاننا شفنا في المباراة تكريمية ديال الحاجة احمد فرس. اللي جابوا لاعبين من در بيضاء. جابوا من بقين صغار. جابوا من لعبهم في در بيضاء. بعدما كينين لعبين قدمة ديال الشباب. هم اللي كان خاصة يتنادي عليهم. اذا فين كتشوف المشكل. لما كيرجع على. هم اللي هات تكريم هذا. كما قلت لك كان يكون بداء. يعطيه واحد. يزوبت قدمة اللاعبين ديال الشباب محمدية كاملين. وصيرتون في واحد الفطرين اللي لعبوا مع الحاجة احمد فرس. اللي كان جيو نشوفه كل قومة تنانية. لكانت واحد الإضافة. غدت عطيه واحد الإضافة. بحل جارو جيميلام مرحبا. عادك لاعب دولي. لاعب كاس العلام. كافو لاعب دولي. مرحبا. ولكن ارادنا احنا يليعبين تحنا اللي غدين جيبوا لعيب. لعب فعل على الصعيد. الوطني عادنا لاعبين. يليتغ صاوهنا في مدينة محمدية لعبوا على الصعيد الوطني. واش لك كتكون ش عاجف مدينة الداربيدة قتلعب شي يعني تكريم. واش كي عيطوا علينا من المحمدية كن بشيوا. ما كي عيطواش علينا من المحمدية كن بشيوا. لماذا تكون لدينا شعشف المحمدية كنا عيطوا عليهم؟ هذا هو السؤال، نحن مرحبا بهم ولكن، هذا أول، أخص، لأن تكريم ديال واحد ابن مدينة المحمدية والعب في فرق يكون ديال الفرق ديال ويفرحو به، هذا أول أستحابيث، أنا لا أذكر هذه القضية بأن أنتم مما يستدعيكم لدينا شعور مقابلة هنا، يستدعيوا هذه اللعابة نحن بغض النظر، لماذا ما يوقف منهم؟ ولكن، السؤال الذي يتطرح والأخبار الذي كانت تطرح بأنه قدامة اللاعبين ديال شباب المحمدية مع قدامة اللاعبين ديال برسلونة فإذا بينا نفعل ذلك، نفعل ذلك، نفعل ذلك، نفعل ذلك، وخالط من مجموعة اللعابة ديال المتخب صافيقا لماذا لا أرى هذه اللعابة العشوائية بالنسبة للجنة المنظمة؟ أنا كنت أقول لك، بالنسبة للجنة المنظمة، قلت لك قبل، بأنه راح عدنق لاعبين لم يلعبوش، طوما حملوا قميص ديال فرق الوطني هناك حسابات ما بين اللجنة المنظمة، على هذا الإقصاء أحد كنت بعد اللاعبين، كما قلت، اللي تقصوا الأبناء المحمدية اللي حملوا القميص الوطني، كينا نعطوه المثال لعبد الفتاح الطاري، كينا عاشق لعبدها وحارسة مرمى ديال فاريخ شباب المحمدية، كينا مراد عيني، لعبد الفاريخ شباب المحمدية، إذن هذا الإقصاء ديال الأبناء الفاريخ، اللي كان خصمهم، كما قال الزميل سيحمد، البيئة اللي تعطات مكتوب فيها مباراة كريمية، ديال اللاعب أسطورة أحمد فاراس، قدماء شباب المحمدية ضد قدماء برسلونة، سنضيف لكا إسم من هذا الأسم، سنضيف لكا إسم possess يعني ما هي هناك أنا لا نقول بأنه سنضد الفكرة التكريم أنا وأنا تريد الفكرة التكريم ومن هذه المناسبة نشكر الرئيس على هذه الفكرة ولا ذات، ولكن ممكن لنا ره ما كنش برنامج او شي حاجة في العالم، تنجح 100% إلى نجحة 80% ولا ناجح إذن سنضيف لكا إسم، وش عد الكاروش اللي اللي لعب، ماشي يقول ديال محمدية، العب في شباب محمدية عادي الكاروشي العب في كاس العلم دي الأندية والعب في المنتخب الوطني توراق بالمدينة المحمدية ما توجدش للدواء أنا كنقول لك بأن هنا احنا أنا شخصيا كنظر وممكن هذا شيء يقدر أنا كنقولها وقد نقولها لكم هنا أنا كنتكلم وكنتكلم بالصراحة وممكن شيء غادي نعمل واحد تجميل في كلام ديالي لأنه حمدت برع كي تهدد حتى في الأقديمي دياله يعني الفكرة ديال تكريم كما قلت لكم تقصو قدماء اللاعبين ماشي ما تقصوش لأن حتى هذه الجمعية ديال القدماء اللاعبين دارت واحد دار واحد الجمع العام مؤخرا وترشح رئيس بالشافة فيه بالوضوح وصوت القدماء اللاعبين على رئيس ومن بعد هذو كانوا جايين عندهم واحد الغارات باش يوصلوا ليه لوقت لما الرئيس اللي كانوا جاي بينهم مجدين وما داش باش يوصلوا داروا لأنه خاص واحد ترخيص من عد فارق شباب محمدية من عد نادي شباب محمدية باش تدار هات الجمعية القانون الجديد ديال تربية البدنية ديال سفر تسعو ثلاثين شدوا هذك الترخيص لكن الدار هذك الترخيص تعطاهم عيل باش تدار جمع العام سيسي وبقى عندهم وبشودر ورئيس اللي بغوا همايق وحنا عارفين بأنه كنا اهداف ده بلي جا الرئيس هذ العامين جا رئيس ديال فارق شباب محمدية ديال عنده امكانية مادية وعنده عنده يعني معاريف وعنده ودي كل شي بغي يتقرب له كل شي بغي يوصل له بكل صراحة بكل صراحة هو الوقت اللي الدار في هاد كريم لأن البطولة بقى مستمر اخر كانت اخر مقابلة هو هاد اسبوع ديال المهدي وكان واحد مقابلة النهائية ديال بورتيغال وسويسرا هناللي كانت اما من ناحية ديال مسائل اللي هي كما قلت سياسية هنا نظر وتعادل مسائل ريادية ونحن افتار وانشاء الله باشط سعدل وطنية الأول هنا هنا نقوم هنا نعادل الرياضة وأن الله دائما انا اقول السياسة لأنه لا نجح ولكن اللي ستوصل للسخالية الانتخابات و ستوصل للصندق الاقتراع لا يوجد تصوت عليه ولا يصوت عليه ولكن يبقى انتهيتك سعر الاختيار يعني هذا الفترة من الرياضة خاصة نتعلم بروفيتو فاتش ديال الرياضة والنادي بروفيتو فاتش ديال الرياضة و كما قلتين نكونوا صراحين ولكن اللي ستوصل لك الانتخابات كل واحد يصوت على اللي يبغى لا يمكن لك كل شيء انا اشح من واحد بشغ سيني هادي ابغير كبع على ارياضة كيف ينجح في السياسة و ما نجح ش لعن الرياضة ما كتخدم السياسة والسياسة كتخدم الرياضة لأن معمن رياضة كتخدم السياسة و السياسيين كتخدموا الرياضة في ملاعب القرب البنية التحتية يوجدوها ولكن يعولوا على الرياضة باش غاد تخدمهم هلا ما غاد تخدمون شي سؤال ثاني سؤال ثاني أن تكون شخصة تكريمية يعني مستركة كانت تكون شخصة تكريمية مستركة لا هي تكريمية في النظرية ديالي انا ادارت تكريمية ديالي كما تسبق لي قلت في الأول الحاجة أحمد فراس لكن تأتي عسيلا توقفت تكريم دياله ولكن يدار ليه وقلت انا ما تكونش هدية اللولاق ولا أخرى ركين عسيلا كين حدادي يعني كين تكريم اللي هو مادي وتكريم اللي هو معناوي كين لاعبين اللي ما عندهمش تباش يشريوا الدواء كين أنا كنعرف الععاب كين يشري براديال المرضى الليين ونجيكم ديال السكر كين يشعروا بحركة سيد الحوث وكين يبيعوا باش كين يشري ديالي تتفهمش من كلام ديالك أنه كان من الأحسن أنه يكون تكريم للاحد اللاعبين يعني اللي هم محتاجين قبل لي كون تكريم ربما شوف نكونوا واقعين كما هدرت بالصراحة وقلت نقاط هذه ركين لاعبين قدماء اللي داروا عملية وعونهم الرئيس هدي جانب منهم ركين عارفينهم داروا عملية ديال القلب وداروا دخلوا الكلينيك وعونهم الرئيس هداد أنا كنقول لهادك اللي ديرين بالرئيس اللي ديرين بالرئيس اللي ديرين بالرئيس هم اللي خالقين بعد شو يعني شو شو على ديال مخصرين سمعة ديال مثلا ديال مع هادا مع هادا مع هادا يعني شوف على الاكاديمي الاكاديمي على الديانية هاي كتعطي الفارق شباب محمدية الفئة العمرية جات مدراسة بلما نسميها كتستافد ماد ديال القطور دياله كيستافدوا من الفارق شباب محمدية وكيستافدوا احتفل معيدات من الشباب محمدية لمحلينا بها شكونا ديال يعني راه وش المسؤول عليها قدم عشاب المحمدية راكين انقراب القرار نعم يعني داخل راه داخلين في النادي كيشتغلوا في النادي يعني كيشتغلوا في النادي يعني اللي عندو مفل عرصره ميبتش بالعشاء استحاميت عفكا راه واضحة محمدية ريالجو ركي بخارة رجع معك التظاهرة الرياضية يعني واحد تظاهرة بمسبب الشخص في حجم يعني السمعة ديال الحاج فارس والاموال التخسيرات انا شونا عبر احد القناوات التلفازية يعني ذلك العرص الكوروي يعني عبارة عن مأتم يعني ذلك الفرجة كنشبه الجماهير الغينة الاهازيج مكيناش يعني كماش انتكت في سرنا هذا القضية انا على من المتبعين ديال فيسبوك اللي شفتنا قبل من المقابلة حتى تمان ديال التذكير شو يخلى الناس اللي شفتنا اللي قريت خلال التواصل الاجتماعي قريت بأن الناس جاتهم مزافة مية درام مية درام خمسين درام يعني اللي كتنشط الملاعيب يعني كان غدا يكون معانا الحارس الدولي السابق العطيف العراقي اللي تهوة كان تقصى من هاد العرس الكوروي الدار والتكريم ديال للأسطورة أحمد فارس لكن لدروف خارجة العرادة ديالو غادي يلتحق علينا بعدها قليل أو في حلقة قادمة إذن مرة أخرى كنشكر للسي حاميد هل كان عندك شئ إضافة؟ لا كلمة اللي غنقول بأنه هاد الأكاديمي ديال دينيال الشباب محمدية ركي يشتغل فيها قدام اللاعبين اللي ما عندهم شو نقول لك الأسماء منهم عبدالطيف العراقي دريس وقاس اللي تهو أحمل قطاء مصطفى عبيلو تهو العفة رقشة بممحمدية مراد عيني مراد عيني اشتركوا في القناة